اشتركوا في القناة غيوم تليها غيوم تليها غيوم هل ستقول نعم؟ وإن قابلك كيف ستكون التجربة؟ أطفال يبكون في المقعد خلفك طوال السنة لنأمل أن لا يحدث ذلك على الأرجح أن إرهاق السفري سيكون أول شيء يخطر على بالك لأنه التأثير الجانبي الأكثر شيوعاً بعد الرحلات الطويلة وإن كانت 6 إلى 8 ساعات تجعل رأسك يشعر بثقل العالم فهل يمكنك أن تتخيل كيف ستشعر عند قضاء 365 يوماً في الهواء؟ حسناً، بصراحة؟ سيكون هذا أقل همومك عند التفكير بالتأثيرات الأخرى التي يرحقها الطيران بجسمك هناك مشكلة شائعة أخرى تتمثل في ضغط الهواء حتى لو لم تكن على مكن طائرة بل في مكان على ارتفاع شاهق قد تشعر بانزعاج في أذنك وقد تواجه صعوبة في السمع أيضاً نعم، يعود السبب وراء ذلك إلى تغذي الهواء ويزداد الأمر سوءاً أثناء الاضطرابات الجوية لأن الضغط يتأثر أيضاً الخبر السار هو أن البلع أو التساؤب يساعد في تخفيف شعور الانزعاج حتى مضغ العلكة أثناء الطيران سيكون مفيداً لكن، هل يمكنك مضغ علكة باستمرار لعام كامل؟ ماذا عن التساؤب؟ الآن أثناء تحليقك في السماء خاصة إن تمكنت من الحصول على مقعد بجوال نافذة لا يسعك سوى الإعجاب بالمناظر التي تراها في الخارج أليس كذلك؟ ومع ذلك قد يتسبب ذلك في شعورك بالانزعاج في بطنك إن عدم الحركة الذي تلحظه عينك سيتعارض بشكل مباشر بما تمر به أذنك الداخلية وسيؤدي ذلك إلى إرسال إشارات متضاربة إلى دماغك وسيتسبب هذا التناقض في وجع بطنك وإن كنت من النوع الذي يتحاسس كثير من الحركة فالمقعد المناسب لك هو مقعد الأجنحة لأنه ثابت أكثر من أي مقعد آخر على متن الطائرة كلا ليس على الأجنحة فذلك المكان عاصف للغاية بل أقصد مقعدا بجوار الأجنحة هل تشعر بتحسن؟ الآن إن كان دوار الحركة لا يمثل مشكلة لك لكن لا تزال تشعر بأن بطنك تؤلمك فقد يكون السبب وراء ذلك هو دوران الغازات في جسمك والضغط هو المسؤول عن هذه المشكلة أيضاً فعند ارتفاعك في الهواء تتمدد الغازات بداخلك مما ينتج عنه ذلك الألم غير المتوقع الذي تشعر به سيساعدك كثيراً عدم محاولة الاحتفاظ بالغازات داخلك فذلك سيزيد ألمك ويسبب انتفخاً أكبر لذلك أطلق العنان لها وأخرجها قد يؤدي ذلك إلى بدء محادثة جيدة وتأكد تماماً أنك لست الوحيد الذي يشعر بذلك الوجع توفر الأشجار والنباتات هنا على الأرض كمية وافرة من الأكسجين للحفاظ على أجسامنا لكن بمجرد ارتفاعك في الهواء في استوانة معدنية دون نباتات للاعتماد عليها فقد يصبح مستوى الأكسجين معاقداً بعض الشيء الطائرة مصممة لتكون قادرة على التعامل مع الضغط لكن بسبب وجودك فوق الأفق فإن دمك ينتص كمية أكسجين أقل من المعتاد بالإضافة إلى ذلك إن كنت في رحلة جوية طويلة لساعة عديدة 8760 ساعة في السنة على وجه الدقة فإنك ستكون جالساً معظم الوقت وعندما لا يتحرك جسمك لفترات طويلة فلن يدور الدم خلال جسمك بشكل جيد أيضاً ومن المفاجئ أن هذا يقلل مستويات الأكسجين في جسمك أيضاً لكن لا تقلق يمكنك محاولة التحرك كل ساعتين إلى ثلاث ساعات للتأكد من أن جسمك يحصل على دورة دموية كافية لتزويدك بالدم والأكسجين وماذا عن الوجبات؟ هل ستتحدث عنها بعد قليل؟ حسناً الآن هل سبق أن شعرت بالانزعاج من تقيم الطائرة عند تذكيرك بشرب الماء أثناء الرحلة؟ حسناً لا تشعر بالانزعاج من ذلك فهم يقومون بذلك لمصلحتك يفترض أن تحتوي البيئة الصحية على حوالي 50 إلى 60 بالمائة من بخار الماء في الهواء للأسف داخل مقصورة الطائرة قد تنقفض هذه النسبة إلى 10 بالماء مما يجعلها أكثر جفافاً من الصحراء ولذلك فإن الجفاف محتمل دائماً قد تجف عيناك وشفتك وفمك والصداع أمر وارد أيضاً ما الحل الوحيد؟ شرب الكثير والكثير من الماء لكن إن كنت ساطير في طائرة لسنة فهل يمكن لمقصورة الطائرة تغزين ما يكفي من الماء لإبقائك رطباً؟ نعم هذا بالتأكيد أمر يجب التفكير فيه التحليق في الدرجة الأولى لا يمنحك فقط مقعداً مريحاً ومشروبات فاخرة بل يمنحك أيضاً أطباقاً معدة ومحضرة بواصلة طهات معروفين لكن للأسف عند تحليقك في السماء قد تفقد براع متذوق إحساسها الآن أنت تعرف السبب وراء شعورك من عدم المذاق في طعام الطائرة كما لو أنه لم يتم تدبيله على الإطلاق أو كما لو أن الملح غير مسموح به داخل الطائرة في الواقع على الأرجح أنه تم طهيه وتدبيله بشكل جيد ولكن فمك لا يعمل كالمعتاد وهذا ما اكتشفه باحثون في عام 2010 فجفاف الهواء في الطائرة لا يؤثر على رطوبة جسمك فقط بل على حاسة الشم لديك أيضاً وأنصت للتالي قدرتك على شم الطعام ضرورية لدماغك حتى يتمكن من تمييز المذاق أيضاً وفي محاولة لجعلك تشعر بأن طعامك قد تم طهيه جيداً فإنه يتم طهيه على الأرض لكن يتم تذوقه في الهواء هل ترى؟ إنهم يبدلون قصار جهدهم لتقديم أفضل خدمة لك بغض النظر عن مدى امتياز شركات الطائران في تقديم خدماتها إلا أن هناك مشاكل لا مفر منها خارجة عن نطاق سيدرتها مثل انتشار الفيروسات عند الطائران لألاف الأمتار في الهواء في مساحة صغيرة مغلقة من المؤكد أنه من المستحيل الحفاظ على الطائرة نظيفة مثل اليوم الأول الذي حلقت فيه ونتيجة لذلك تتوجد الجراثيم تتزايد فرص التقاتها لهذا السبب استنتجت مجلة أبحاث الصحة البيئية أن خطر إصابتك بنزلات البرد يصبح أعلى بماءة مرة عندما تكون على متن طائرة عند ذهابك إلى الشاطئ قد تتوقع إصابتك بحروق شمس لكن من الآن فصاعدا ربما يجر بك وضع واقم من الشمس عند ركوب الطائرة بسبب عدم وجود حماية للنوافذ هناك فإنما يصل إلى 50% من الآشعة فوق البنفسجية قد تخترق النوافذ وتتعرض لها بشرتك وأظهرت بعض الدراسات أن قضاء 56 دقيقة على هذا الارتفاع يعادل قضاء 20 دقيقة في التسمير ولا تنسى أن تضع في الحسبان أن جميع المعلومات هنا تم جمعها من خلال رحلات جوية لساعات طويلة لكن الشرط الذي قدم لك هو السفر لعام كامل حاول أن تتخيل أسوأ إرهاق السفر ووجع بطن وفقدان حاسة الذوق وقلة الأكسجن والجفاف طوال العام ناهيك عن الغازات واضرب كل ذلك ب365 يوما وأعتقد أنك ستكون قادرا على تقديم إجابة واعية للفرصة التي عرضها عليك المليونير أعتقد أنك تفكر الآن في توفير بعض المال لتتمكن من تحقيق أهدافك في السفر بنفسك هل لديك أي أفكار حول احتمالية المساومة مع العرض؟ ما رأيك في التأثيرات الصادمة للرحلات الطويلة؟ هل فاجأتك أم أصابتك بالقلم؟ أخبرني في التعليقات أدنى وإن كنت قد تعلمت شيئا جديدا اليوم فامنح هذا الفيديو أعجابا وشاركه مع صديق لكن لا تنصر في الآن لتحلق في الهواء فلدينا أكثر من ألفين من مقاطع الفيديو الرائعة التي يمكنك الاطلاع عليها اختر مقطع الفيديو الأيمن أو الأيسر وانقر عليه واستمتع بمشاهدته وابقى على الجانب المشرقي من الحياة ترجمة نانسي قنقر